بيانات واتهامات متبادلة بين رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسلور بارزاني ونائبه قباط طالباني تتصدر المشهد السياسي المتأزم في الإقليم مصادرة عائدات المنافذ الحدودية والتورط في عمليات اختيار لشخصيات عسكرية بارزة داخل أربيل هي أبرز الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة لحزب الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه نائبه والذي رد على الاتهامات بأخرى مماثلة مما فاقم من الأزمة الإدارية التي تعاني منها الحكومة منذ أكثر من شهرين إثر مقاطعة أنشطتها كليا من قبل وزراء حزب الاتحاد الوطني أعتقد أن الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي يتحمل ما يجري حاليا محاولة لتعطيل عمل الحكومة محاولة للضغط على وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني لعدم المشاركة فيه وهذا بحد ذاته هو مخالفات حقيقية قانونية لا يمكن أن تكون أنت مشارك في الحكومة وأنت معارض في نفس الوقت من جانبه يعزو الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه المتشدد إلى ما يصفه بتنصر شريكه الديمقراطي من الالتزام بمبدأ الشراكة في إدارة السلطة وهو ما يعزز برأيه حالة الانقسام الإداري في الإقليم ليس من المتفنات الاتحاد الوطني لانقسام الإداري لكن كل الخيارات مفتوحة ليس بالضرورة أن نذهب إلى هذا الخيار في الوهلة الأولى لكن نحن نعتقد بأنه كان يفترض على سيد رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ إجراءات واقعية لحل الأزمة وأن يبتعد عن سياسة الهروب إلى الأمام ونتخذ من المتبنيات الحقيقية لشعب إقليم كردستان ونضاله أساسا في الوصول إلى حلول جذرية لما موجود التشنج في علاقات الحزبين الحاكمين خلق أجواء من التشاؤم والإحباط لدى سكان الإقليم الذين لا تزال ذاكرتهم تستحضر مشاهد مؤلمة من الصراع المسلح بين الحزبين منتصف التسعينات من القرن الماضي مواقف الحزبين الحاكمين وإن تقاطعت بشأن آلية إدارة نظام الحكم في إقليم كردستان إلا أن المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقهما تحتم عليهما كما يقول عقلاء الطرفين التغاضية عن الخلافات الجزئية حفاظا على المصالح العليا هيوة عزيز سكاي نيوز عربية أربيل